أشهولي؟ تعرف مين خطفوك؟ أه بأعرف ألقت بهما من أعلى الجسر بحادثة هزت بغداد دا هدات المعادي قصة مؤلمة على لسان المصريين اليوم هزت جريمة شهدتها محافظة الزرقاء المجتمع الأردني وتحت جسر الأئمة ينتظر ذو الطفلين الغريقين قابلنا واحدة في شرعة 9 في المعادي خطف منها للشنطة سراخت طبعا النس تلمت واللي عادي يجري وغاما والكلام باوت للأسف كان خبر صدمة للجميع خلاف زوجين عراقيين انتهى بكارثة في هذا المكان بالتحديد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني تسأل نفسك حيانا وتقول هذه الأم لما ألقت بابنها الأول في النهر ألم تتردد في رمي الثاني؟ ألم تحزن لمشهد الأول وهو يغرق؟ ألم يصرخ ضميرها بصوت ابنها أمي ساعديني؟ ألم يرتجف قلبها عندما تذكرت حملها بهم؟ إطعامهم؟ إلباسهم؟ سهرها لأجلهم؟ ألم يرتجف قلبها للنظرات أبنائها البريئة لها؟ وقمة أمان الطفل في كنف أمه؟ عندما قطعوا يده اليمنى ألم يتردد ذلك المجرم في قطع اليسرى وصالح يردد الله أكبر الله أكبر؟ ألم يحزن نشاب ضعيف بين ثل من المجرمين يستحلون جسده؟ ألم يتخيل ذلك المجرم نفسه أمام الله وصالح يلتجأ له؟ أو عندما تم الاعتداء عليها وسرقت حقيبتها وإسقاطها أرضا ألم يتردد هؤلاء المجرمين في قتلها بعد ذلك؟ وهي امرأة وحيدة ضعيفة لا حول لها ولا قوة؟ عندما وعندما وعندما قسد قلوبكم والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وفي آخرتهم يوقنون والله الأمر محزن جدا لأن عندما يقس القلب على الرحمة السلام بكل أمانة لا يهمني هؤلاء المجرمين بمثقال ذرة أسأل الله عز وجل أن يحاسبهم بمثل أعمالهم وهناك قانون يحاسبهم على هذه الجرائم وأنا أجلت الحديث في هذا الموضوع لأنني أردت أن ننظر للصورة كاملة أريد أن أتحدث عني وعنك وأخاف على قلبي وقلبك أن يقسوا في يوم من الأيام فهؤلاء المجرمين لم يبدأ معهم الأمر فجأة بل هو من مشوار طويل مع قسات القلب وتحجره من مشوار طويل من الاستماع إلى الشيطان وسوساته من مشوار طويل في البعد عن الله عز وجل فهل أنت على ذلك الطريق؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح لأن ذلك يحدد إن كان سيقص قلبك أم لا أي مجرم عنيف ذات مرة كان طفل بريء هذه مقولة أحد الأطباء النفسيين يعني هم لم يخلقوا وقلوبهم متحجرة بل عاشوا حياة طبيعية كباقي البشر ولكن كان هناك ظروف جعلتهم ما هم عليهم من قسات القلب فيجب أن نعرف لماذا قست قلوبهم حتى نتجنب تلك الأسباب هل تقصد يا محمد أننا في يوم من الأيام ربما سنصبح مجرمين؟ طبعا لا أقصد ولكن يجب أن تحرص على أن تبتعد عن تلك الأسباب الغفلة التعصب تكبر حب الدنيا اتباع الهوى الاستهزاء بأيات الله الكفر 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 الحشيش بين أصابعه لو اسمك ليس محمد لعزمتك على واحدة فقلت مستغربا أهذا فقط ما يمنعك؟ قال نعم يعني ما أجمل الحياة وأخذ يحدثني عن نزواته ومعاصيه وزناه وترهيبي للخلق فخرجت من هناك في عقلي سؤال واحد كيف يفكر بهذا الشكل؟ أو بالأصح؟ كيف قسى قلبه؟ وجدت الإجابة في قلبه قسى لأنه تعلق بالدنيا كثير عندما يتعلق القلب بالدنيا يضحي بصلاته بأرحامه بأصدقائه بخلانه يضحي بمبادئه بأخلاقه الله سبحانه وتعالى يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا عندما يقص القلب يصبع على القلب مثل الران مثل الصدأ الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الران سيكون السبب في بعدك عن الله عز وجل وعن الجنة لا قدر الله فهذا الرجل لما حدثني بما قال كان بين جمع من الرجال أشكالهم مهيبة من أسلحة ووشوم ولغة بذيئة فلا أتوقع من أحدهم أن يقول في مثل هذه الجلسة هيا لنتبضى ونصلي مثلا فالمرء على دين خليله وكل من تكن من صلاح إذا صاحبت صاحب سوء ذهب صلاحك معه وقسى قلبك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله قسى بسبب الصحبة الفاسدة فابتعد عن كل ما يؤذيك من الصحبة الفاسدة فكر الآن بأشخاص في محيطك تشعر أن لغتك ربما تصبح أسوأ بجلوسك معهم أفعالك ربما تصبح أسوأ بجلوسك معهم هؤلاء يسحبونك إليهم فاحرص على اختيار هذه الصحبة وأحيانا كثيرا لا نشعر بتأثيرهم إلا بعد فوات الأوان وهذه الطامة الصراحة يقول أحدهم في أول معصية لي شعرت بالندم الشديد واستغفرت الله كثيرا ولكنني الآن أعصي الله ولا أشعر بشيء ولا أشعر أن الأمر يستحق الاستغفار حتى وكأن قلبي بدأ بالتحجر نعم القلب يقس عندما ترتكب الذنب أو المعصية ولا تستغفر الله عز وجل ولكن كيف يفكر من قسى قلبه أو كيف يفكر المجرم يعني كيف يمكن لشخص أن يكون بهذا البرود بهذه اللامبالاء بهذه اللارحمة أو كل الصفات هذه معا كيف أحد الأطباء النفسيين البريطانيين أتاه الشغف لمعرفة تشكيلية العقل الإجرامي أراد أن يعرف التشابه والاختلاف مع دماغ الإنسان الطبيعي فقام بتصوير عقول مجموعة من القتل المتسللين والنتيجة كانت صادمة وهي أن جميع القتل المتسللين أدمغتهم تبين أنها مختلفة فعلا عن عقل الإنسان الطبيعي الاختلاف يكمن في أن عقول المجرمين يوجد فيها ضعف هيكلي في اللوزة الدماغية وهذا الجزء أهم جدا في العقل لكونه يشارك في توليد وتقييم المشاعر والأحاسيس لدى الإنسان ولكنه كان مشوه كليا لهؤلاء السفاحين إذلك هم لا يعرفون أي من الرأف والحنان في حياتهم بل جعلوا الحقد والكراهية والانتقام يلازم عقولهم وقلوبهم ولا يعرفون أبدا الشعور بالذنب حين يرتكبون جريم ما بل يعتبرونها متعة حقيقية قبل أن تتسرع وتقول هل هم خلقوا مجرمين لا طبعا هي فقط قلوبهم قست مع الزمن ومن الابتعاد عن الله عز وجل فتشوهت العقول وتبعطرت المشاعر وأصبحوا كالأحوش لذلك قلت لك بداية عن أسباب قسوة القلب لم أرغب في هذه الحلقة التحدث عن العقاب بقدر التحدث عن الأسباب فالوقاية خير من كنطاري عداج صحيح الأولى لنا أن نحمي أنفسنا من مسببات قسوة القلب وبالتالي صفة الرحمة وما أجملها من صفة في النهاية يا حبتي في الله شاركني برأيك في مكان التعليقات وأدمتم في آمن الله أصاحب الهم إن الهم منفريج أبشر بخير فإن الفارج الله إن كان لا يرجوك إلا محسن بسم الله الرحمن الرحيم من أين نبدأ؟ من أين؟ من أين نبدأ؟ من أين لا؟ من أين؟ من أين nie؟ من أين؟ من أين؟ من من أين؟ بالفعل